بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال يطرح من الناس حول كيفية التعامل مع الناس فقد جاء عن ابن أب الحديد المعتزلي رواية نقلها حكمة عن أمير المؤمن عليه السلام في شرحه لنهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليه السلام قال من الناس من ينقسك إذا زدته ويهون عليك إذا خاصسته ليس لرضاه موضع تعرفه ولا لسخطه مكان تحذره فإذا لقيت أولئك فابذل لهم موضع المودة العامة وحرمهم موضع الخاصة ليكون ما بذلت لهم من ذلك حائلا دون شرهم وما حرمتهم من هذا قاطعا لحرمتهم هذا الكلام المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام في حكمه صلوات الله وسلامه عليه هو ميزان للتعامل مع الناس حيث إذا دققنا في تفاصيل هذه الرواية نجد أنها برنامجا متكاملا للتعامل مع الناس وخاصة أن هذا الحديث يتعرض إلى حالات الناس الذين يفترض أن يعيشوا في الأجواء التي نعيش فيها وقد نضطر ونحتاج للتعامل معهم فلا بد من تحديد الموقف منهم واختيار طريقة التعامل معهم إذ لا يصح الاندفاع والاختيار العشوائي دون تعقل وتدبر وتروي في التعامل مع كافة الناس بمستوى واحد لذلك جاء الشرع وحدد الضوابط عبر القرآن وعبر المعصومين عليهم السلام لكي نتعامل مع الناس دون الوقوع في المهالك ولنعطي كل إنسان ما يستحقه من القدر في التعامل لهذا نجد علينا أن نتنبه إلى هذه المسألة جيدا ونجعل الشرع هو الضابط في التعامل مع الناس وهذا التوجيه في هذه الرواية من أمير المؤمن عليه السلام السديد والمرشد إلى الفلاح والصلاح والسعادة ينجينا من كثير من المهالك في التعامل مع الناس وهي كذلك تطبيقا عمليا كما جاء في هذه الرواية خاص عندما يقول عليه السلام من الناس من ينقصك إذا زدته ويهون عليك إذا خاصصته فدلنا بهذه الكلمة الشريفة على أن الناس أصناف فعليك أن تميز بين الناس قبل أن تتعامل معها لذلك في بعض الأشخاص إذا واقعا إذا أعطيته أكثر من حجمه هذا الإنسان يستهتر بك وقد يتعرض إليك ولا يعطيك حقك وقد ذكر عليه السلام في كلماته في التعامل مع الناس مع بعض الناس إلى أقل الواجب فلا يصح التمادي وإنشاء العلاقات مع من مكان وكيفما كان دون ضوابط ودون حدود لذلك الانفتاح على الآخرين لابد له من ضوابط لكي لا تعود علينا بالويل والثبور لأن هذه الزيادة وهذا التمادي سوف يدعو إلى التقصير حتى بالنسبة إلى أنفسنا ويعود علينا بالهوان والإهانة والإنقاص من قدرنا لأن الطرف المقابل لا يعطيك حقك ولا يقدرك كما قال الشاعر إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد وهذا هو المقصود بقوله من الناس من ينقسك إذا زدته إذا أكرمت الناس أكثر من حده ولم يكن أهلا لذلك فيعود بالتوهين والازدراء والاستهتار على أنفسنا كما أننا إذا جعلنا هذا الشخص من خواصنا ولم نختبره ولم نتعرف على بواطنه الخاصة فسنرى أنه هذا الإنسان قد أعطيناه أكبر من حجمه لأننا لم نختبره ولم نطل على بواطن سره ولم يعني نعرف حقيقته فكذلك عندها سيتضاءل هذا المقام بالنسبة إلينا في تعاملنا مع الآخرين وهذا يفسر لنا السبب في أن نجعل لكل شخص حد في التعامل كما أننا سنكتشف أن هذا الشخص سيكون صاخطا دوما مهما فعلت له مهما قدمت له مهما تنازلت له من دينك على حساب أرضائه فهذا دائما في حالة صخط وتذمر وعدم رضا وإلى ما هناك ويلاحظ عليه السلام أنه في قوله لم يقل إذا عشت مع هؤلاء أو نحو ذلك بل قال فإذا لقيت أولئك يعني الصدف جمعتك ظرف خاص جمعك بينك وبين هؤلاء الناس ليدل على أن الأصل هو أن لا تعيش في بيئة هؤلاء الأشخاص الذين لا يقدرونك ولا يحترمونك فاللقاء مع هؤلاء يجب أن يكون لقاء صدفة أو ضرورة لا لقاء اختيار أو خيار متعمد للإنسان في البقاء ويقيم الروابط معهم دائما ويفهم كذلك من هذا الحديث أن هذا الصنف من الناس يجب أن نتخذ موقف منهم بناء على الحقائق التالية أن المرجعية في التعامل مع هؤلاء يجب أن يكون ضمن الشرع ثانيا إذا قربنا هذا الشخص من أنفسنا فسنكتشف أنه ليس بالحجم الذي يعطيه لنفسه الأمر الذي يحتم علينا أن لا نغتر بالمظاهر والمناصب والأموال والشكل والنسب وإلى ما هناك من أمور فلا ننخدع بهذه المظاهر كذلك أن علينا أن نعرف أنه لن نتمكن من معرفة ما يرضي هذا الشخص ويتحفه ولماذا دائما يسخط ولماذا دائما في حالة عدم رضا فعلينا أن نتجنب ونبتعد عنه أما طريقة التعامل فتتلخص بما يلي أولا أن لا تخرج هذه المعاملة عن دائرة المتعارف فيما بين الناس فلا تزيد عن ذلك ولا تنقص كذلك تعاملنا يجب أن يكون كما تقول الرواية على بذل المودة العامة هناك مودة خاصة وهناك مودة عامة وهي عمل جوارح بالظاهر يعني إلقاء السلام البسمة بشكل عام هذه الأمور العامة إذا صار هناك وفاة فالإنسان يقوم بواجب العزاء إذا كان هناك حالة فرح يقوم الإنسان بحالة التهنئة هذه الأمور التي يظهر منها حالة الرضا والتآلف ويمهد لعلاقة إنسانية طبيعية وراضية ولكن لا يغوص الإنسان في التفاصيل الخاصة ويقربه بطريقة يصبح موضع سره وموضع أماناته وإلى ما هناك من أمور إن هذا النوع وهذا المستوى من التعامل مع هذا الصنف هو الذي تحتاج إليه المجتمعات في إقامة العلاقات الطبيعية بين مكوناتها وخلودها للراحة يلاحظ عليه السلام أنه أكد في قوله وحيث يقول أبذل لهم لم يقل أبذل لهم المحبة لأن المحبة علاقة روحية خاصة وعالية وراقية بل قال أبذل لهم المودة العامة ولعل هذه المودة العامة هي تؤسس إلى الوصول إلى مرحلة المحبة عندما نختبره ونجده أهلا للأمانة أهلا للصدق أهلا للحفاظ على كرامات الناس أعراض الناس أموال الناس أسرار الناس كل هذه القضايا عندما نجدها متوفرة في هذه الشخصية فعندها نجعله من المقربين ولذلك قال عليه السلام فابذل لهم موضع المودة العامة ولم يقل لهم فأبذل لهم المودة وهذه كلمة في غاية الأهمية لأنها تتضمن نوعا من التحذير من الاندفاع إلى إنشاء العلاقات مع هذا الصنف من الناس من دون تدبر ومن دون تعقل بل على الإنسان أن يبقى منقبضا منتبها حذرا واعيا لكي لا يقع في المزالق ولا المهالك ولا في تدمير شخصيته وتدمير شخصية الآخرين من جراء ما يقوم به الطرف الآخر الذي لا يرعوي عن مراعاة حرمة الناس وأسرار البيوت وكرامات الناس وأعراضها وإلى ما هناك من أمور يجب على المسلم الحفاظ عليها والقيام بواجبها لذلك أمير المؤمنين عليه السلام يؤكد في كلمته سلام الله عليه بأن على الإنسان المؤمن إذا أراد أن يقيم العلاقات مع الآخرين أن يجعل الميزان هو الشرع وأن يتعقل ويتدبر قبل أن يقدم على إنشاء العلاقات مع كافة الناس في مستوى واحد بل عليه أن يعطي كل إنسان حقه وقدره بما يستحق لكي لا يقع في المهالك والمزالك الكبرى وعندها لا ينفع الندم أمير المؤمن عليه السلام يؤكد في قوله من الناس من ينقسك إذا زدته ويهون عليك إذا خاصصته ليس لرضاه موضع تعرفه ولا لصخطه مكان تحذره فإذا لقيت أولئك فابذل لهم موضع المودة العامة واحرمهم موضع الخاصة ليكون ما بذلت لهم من ذلك حائلا دون شرهم وما حرمتهم من هذا قاطعا لحرمتهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوب أنفسنا وأن نتنبه في قضية التعامل مع الآخرين ليحفظنا الله وإياكم من كل سوء ومكروه وشر ونستغفر الله ونتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله